وفي الحقوق والمعالجات التي ينتظرها الناس عبر مواطنون من مختلف مناطق صلاح الدين عن قلق متزايد من ارتفاع مستويات الحوادث المرورية على الطرق الرابطة مع المحافظات وتسجيل أعداد كبيرة من الضحايا وصلت باليوم إلى أكثر من ثمانية أشخاص ويشتكي المواطنون من ثلاثية السرعة الزائدة عن المعقولة ومعها غياب الدوريات المرورية على الطرق إضافة لاختفاء الإشارات التحذيرية وبرنامج دوعية المرورية موضحين أن أغلب الحوادث سببها المباشر عدم الالتزام بشروط السلامة العامة من الدواء الحكومية وسالك الطريق